نصل إلى لحظة تأسيس جبهة الخلاص الوطني هي كانت بسعي منكم منتما انتما اللي بدرتوا أنه قلتوا نستقبل أستاذ نجيب الشابي باعتباره قامة ديمقراطية ونحاول تأسيس جبهة سياسية تكون هي الواجهة التي تواصل العملاً تاعكم منتما وأهدافكم منتما لمبانت عليها هذه المبادرة وهي إسقاط الانقلاب وتجميع العائلة الديمقراطية في جبهة واحدة بعض عامين ونص وبعد عام ونص تقريباً أو قريباً نحتفل بالذكرى الثاني لتأسيس الجبهة هل تعتبروا الوحكم فعلاً أخطأتوا في أنكم ما وصلتوش أنتما هذه المبادرة الثورية مبادرة مواطنون ضد الانقلاب وتعتبروا أن جبهة الخلاص الوطني ما قمتش بالدورة اللي أنتما حبيتوا عليه معناها بعد تسليمها المشعل وستدعامنا كنت تقول أخي نعم ولا يعني محتاج إلى كثير من التدقيق ومواطنون تتقدم كما قلت لك يعني دائماً تتقدم الأكثر من واجهة تنفتح على الأحزاب الداعمة إلى يعني هذا التوجه في مقاومة الانقلاب يكفيك كلمة مقاومة الانقلاب كنا نقول نحن نقاوم الانقلاب وكانت فيه أطراف تعرف نفسها كونها معارضة كنا نقول رهو المعارضة لمشهد شرعي مشهد شرعي يعني مشهد منتخب ضرورة بش يكون عنده يعني معارضة والديمقراطية تعرف بوجود معارضة وليس بوجود الناس منتخبين لكن هذا انقلاب الانقلاب غير شرعي المحتاج إلى من يقاومه وهذا اللي تم بالضبط كما قلتك ذكرت مثلا سيري ضبط الحاج يعني الانفتاح الاستاذة سميرة الشواشي موقف المتميز ونحن نعرف موقع السياسي وأين تقف وهذا كل يعني الفرز بمجرد أن وجدنا دبابة تقف أمام البرلمان ودبابة أمام يعني مقر الحكومة إنها المؤسسات التي أرستها يعني الثورة وعلى رأسها يعني الدستور وعيدة يعني نها الفرز وبالتالي الأمر كان الانفتاح على هذه الوجوه على قاعدة موقفها المدافع عن الديمقراطية تطوير مواطنون ضد انقلاب ومعناها هذه الأسماء صحيح جدا لكن كيف كان أخي يعني الانفتاح على أستاذ نجيب الشاب أنا نعرف أنه يعني في البداية كما قلت لك الأستاذ ردب الحاج جاء وقال المعركة هنا ومجيش معناها وجلسات وحوارات ولقاءات لكن التأسيس كيف يتم كانت فيه أسئلة كبرى هل تتأسس جبهة على نواتها مواطنون أم على أنقاذ مواطنون ويكون مواطنون مجرد عنصر يعني أحد طرف يعني طرف في هذه منهاء الجبهة هذا كان سؤال كبير اثنين اللي كان أخونا لحبيب عجيلي يسميه البكج يعني كانت فيه رؤية أو أرضية كاملة أنك تجي أسماء كبيرة يستفيد منها الحراكو يستفيد منها هذا الزخم معناها والإسفادة منها أم تتمحور بمعنى هل يكون الأستاذ نجيب الشاب إضافة إلى هذا المولود السياسي أم هذا الحراكو يتمحور ويكون الأستاذ نجيب الشاب يعني محوره هذا هو النقاش في لحظة ما كان فيها تسارع وقول لك هذا الكلام أخي وأنا دائما أقول بالنقد الذاتي لأنه النقد الذاتي ماهوش يعني جل فيه بعض الناس أو في بعض الرفاق أو بعض أصدقائنا في لحظة ما ربما كان عندهم تقييمهم أنه وكأنه الثمرات اقتربت وأنه ما بعد الانقلاب معناها كلها مسيرة أيام وشيء من هذا القبيل تم التسارع إلى تأسيس الجبهة بعيداً عما طرحناه أنه نعم نكون يعني طرفة لكن على أرضية على برنامج وكل عنصر مهما تكون اسمه كبير عنده دور داخل هذه الجبهة ولا يكون محور يعني هذه الجبهة في لحظة ما إذا كان فيه ناس تقفز بسرعة وتمشي إلى الواجهة الأخرى ثم تأب معناها أمران إما أنك تقول لا ويحدث انشقاق وإما أنك تنتصر إلى جوهرك أنك أنت تناظل من أجل إسقاط الانقلاب والعودة إلى قواعدك يعني معناها ما عندكش مطامحك مطامحي يعني البعض صمتنا في لحظة ما على هذا التسرع وفضلنا كان أيضاً أخونا الحبيب ينحت بعض المصطرحات يسميه الصمت الاستراتيجي يعني صمتنا وتمكينهم من تلك الفرصة لكن قلنا أن هذا التأسيس سينهي أول أمر سينهي الزخم لأن الزخم الذي كان شيدنا معه علاقة عاطفية يعني بمجرد أن غبنا تساءل الشارع وبدأ الشارع بشوي بشوي يعني ينقص في الحضور ويتساءل كنا نجيب بدون صدمة يعني الناس أتركوا لهم الفرصة لم نطعن في أي إنسان مع أن تلك القيادة كنا نقول لها تمشيك هذا سيجعلكم يعني مجرد يعني نخبة ثم أمرين إما تكونوا تحت رقابة الشارع وإما تكونوا قيادة يعني بالشارع اختاروا أن يكون قيادة لتلك الشارع فقال لهم الشارع ونحن كنا نقول دائماً منذ البداية ربما ثمانين بن مياه لهو شارع يعني ملتزم مع حركة يعني النهضة عشرين بن مياه من الديمقراطيون حقيقةً بمرجعياتهم العربية والعلمانية وهو هذا الشارع شارع حر وليس قطيع كما كنتم تصيمونه ومع ذلك عندما أحس أن تأسيس لم يكن كما يريد انفض ما نحاولهم وتحولوا للأسف إلى حركة حقوقية أكثر منها حركة وننجيب للتقييم معنى بعد عمين تقريباً من تأسيس هذه الجبهة كيفاش تقيم العمل هذه والعمين لأنها قامت أيضاً ببعض المسيرات الوطنية للمطالبة بإسقاط الانقلاب يعني عمين من العمل عمين من التحركات تحركات النجم وقيمها لأنها يقول لك احنا معدناش في مرحلة تقييم احنا أثبتنا جدارة الشارع الديمقراطي وقوة الشارع الديمقراطي يعني لم يكن مزيز التي أعقبت الإعلان الرسمي عن الجبهة وحتى في التصريحات وأول ظهور إعلامي معناها أصلاً الأستاذ نجيب في ظهوراته الكل يقول أنه هذا يتتويج إلى تحركات قمت بها والحال أنه تعرف أنه هذا يموش صحيح معناها أن الجبهة نشأت كثمرة من ثمرات مواطنون وليس كثمرة من ثمرات الحوارات التي قادها الأستاذ نجيب البداية ما يعرف تقول أنت كأنه هكالباسيون معناها كان الزخم قوي وبالتالي كان الناس يعني معناها يحضرون بنفس تلك يعني بنفس ذلك يعني أمنها الزخم لكن بشوية بشوية بدأ يعني التناقص حتى أنه مع زميلك الأستاذ حسين سألني هل أن الضربات الموجعة في الاعتقالات التي وجهت لقيادة جبهة الخلاص أضعفت يعني الشارع وأضعفت أضعفت مقاومة الانقلاب يعني ذلك الزخم قلت أقلب الصورة بالعكس هو تم اعتقالهم ساعة ضعف الزخم يعني عندما ضعف الزخم استفرضت بهم يعني السلطة أما في البداية عندما كان الشارع قوي يعني لم يتم اعتقالهم في لحظة ما عندما كنا نذهب مباشرة إلى الشارع لاستقوائي به في لحظة ما أصبح المبادرات تتم بعيد عن هذا الشارع عندما أصبحت المبادرات تتم بعيد عن هذا الشارع وجد الانقلاب وفرصته سانحة للانقضاظ ومعناها يعني تنفيذ تلك الهجمة الغادرة في الاعتقالات ووصم الناس بالاغتيال لأن تم اغتيالهم الاغتيال وليس اغتيال يعني مادي فقط هو اغتيال رمزي إلى حد اليوم يتحدث عن الناس أساس أنهم خوانة هي يا أخي خوانة عندك كل مخابراتك عندك كل يعني أجهزتك السيدة المحنون يقولون أنه لليوم ما تعدوش على المحكم لأنه مفهمة حتى ورقة مفهمة حتى شايف يعني ملفاتهم أنا فقط أقول أنه ما كان ليتم يعني هذا لو حافظ الشارع على ذلك الزخم الكبير الذي كان يحمي تلك القيادات عندما كانت القيادات تتجاه إلى الشارع كانت في مأمن من تلك يعني هجمات عندما أصبح العمل نخبوي أكثر ويتم من وراء ظهور يعني الشارع استفردت بهم سلطات المقلال